قاعدت أنا بقالي حوالي أربع سنين مش هقدر أقولك أبحث لكن قاعد بعمل إعادة قراءة من وجهة نظرنا للقرآن الكريم من أول وجديد خلال الأربع سنين دول قلت أنا عايز أعود أقرأ القرآن كويس جدا 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 مرة واثنين وثلاثة وعشرة بطريقة وفهم يختلف عن الـ 42 سنة اللي قبلهم أو قل حتى من ساعة ما تعلمت قراءة وكتابة عندي 4-5 سنين يعني يعني هنقول قبلهم بـ 38-36 سنة كده ولا 37 سنة في الأربع سنين دول عملت بالنصيحة الإلهية يتفكرون فبقيت أقف قدام كل كلمة كل جملة كل آية وبعدين تنظيم الآيات ورى بعضها وبعدين تنظيم القرآن نفسه ترتيب الصور بأن هزيلك من الشعر بيت بدأت أعمل حاجة تانية خالص قاعد أنا بقى عايز أفكر يعني عايز بقول لنفسي أنا لازم أفهم الدين بتاعي أنا صح عشان أقدر أفهم الأديان التانية صح وليس سر على الإطلاق أنه أنا رجل أحب الإراية يعني وأريت في الأديان السماوية وحتى في الأديان الوضعية كتير وفي فلسفات متطرفة كتير وأنا أصفها بالفلسفات المتطرفة تاني أنا اللي بصفها بالتطرف وقد يرى البعض أن هذه الفلسفات ليس فيها من التطرف أي شيء بسي متطرفة عموما يعني فبدأت أحاول أعمل ترتيب للصور إزاي بقى بالنزول مش الترتيب بتاع المصحف يعني أشوف الصور المكية وإيه قبل إيه كان زمان المصحف كده يقولك ونزلت بعد صورة كذا فأعود أعيد الترتيب تاني علشان أحاول أقرأ القرآن بتسلسل النزول فيمكن أفهم حاجات أكتر مبارح بالليل بعد ما روحت فبصلي وبعدين خلصت الصلاة وعدت أقرأ في صورة آلي عمران وصلت الحاجة لطيفة خالص أنا مش هقولك على اللي وصلتله أو الخلاصة التي انتهيت إليها لكن هقولك حاجة لطيفة خالص اقرأ صورة آلي عمران من الآية 33 بالتحديد للآية 68 بالتحديد 35 آية وقصار وبصاط ووضحين بجلاء وضوح الشمس في منتهى الجلاء 35 آية قصار في صورة آلي عمران من الآية 33 للآية 68 منتهى البساطة منتهى الوضوح منتهى الجلاء طب الآيات دي على آية يوسف يعني ادي لي حتة زيادة عشان نتشجع أكتر أقرأ أقولك أولا في الخمسة وثلاثين آية دول اللي هما من 33 إلى 68 هتفهم كويس جدا علاقة الأديان السماوية الثلاثة ببعض اشتركوا في القناة